بص لك دا حلت انت وهو كده انا قاسس بهاب وكده داخل فقفايا هو في عاجة وراي على حموكش هلو ايوه يا ماما ايه في ايه عايزة مني ايه بيش يا حبيبي بنت بقولك ان انا عملتلك الاكل اللي انت بتحبه والغدا بقى جاهز خلاص طب عملتلك يا بقى يا ماما كده اقوليه شوف بقى يا سيدي عملتلك فراخ من اللي انت بتحبها في صانية دي وعملتلك بيزا باللحمة المفرومة والبصرمة وعملتلك مكرونة وطاج اللحمة بالخدار يا له يا ماما اعملتلي الفراخ والبيزا اللي انا بحبهم ماشي يا ماما انا هاجي بقى تغد على طول لا ما تجيش دلوقتي يا نزلة خارجة وراي مشوار ما بقى جي بقى من مشوار بتعالها تغد المهم روح تعيش دلوقتي وروح على البت على طول لازم يعني يا ماما انفعش على تغد بقى لازم تجينتي اه يا حبيبي عشان احطتلك الغد هتلعيش بقى وروح البت على طول يلا انت يا لازم عبولة اللي هم قالوه عاملين فراخ وبيزا ده ايه لعبة معهم على الاخر اه وحنا يعينا علينا ما عندناش حتى لو امت تعيش حافنا كله ايه رحيك بقى نروحنا كل معاهم امه مش موجودة هي في البيت وهو قاعد لوحده اه دي فرصة كبيرة اوي يلا تعالى وراي وراك ايه يا اولا ده انا اللي هيلك عالفكرة دي انت اللي تعالى وراي انت انسيت نفسك ولا اه ولا عايزنا اعلم عليك كل شوية كده اقطع تضرب وتتهزق مني انت يا ابني مفيش فايدة فيك كل شوية عظم ارمطك كده يا ابني لا والنادي متخلناش اعملها معاك بقى واتغب عليك تبرين يا اخوية تعرف تعمل اه مألتلك احترم نفسك بقى واسكت بقى ومش لازم اعلم عليك كل شوية كده اوه انا سايبك بس عشان الختم انت صاحب وحبيبي اطريبك ابقى يلا 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 اخوية اه 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 انت اللي جابت العلاء اه انا يلا حموة انا يلا حموة اه انت عايزين اه انا عارفين ان انتو عاملين النهاردة فراخ وبزة احنا جاينا كل معاك لا بس سموا وابويا مش موجودين ولو عارفونا طلعتولكوا الاكل بتاع الغداء يضربوني انا ملناش فيها اخوي اضربوك ما اضربوك شان كل خلصنا الاكل ومشان يبقى اضربوك برا حيطه يا عادي انت خايف من امك وابوك حسن يضربوك ومش خايف مننا احنا حسن نديك حتة علقة دلوقتي لما جبتش الاكل يلا يا حمصة طلع الاكل وبعدين امك وابوك قال انت خايف منهم ما طوز فيهم ده شكله مش عارف هو بيتعامل مع مين حاسف كده حموضا ما تخله كده يلا يلا طلع الاكل اللي عندكم بلا امك بلا بوك بلا زيف بصلي كده حلت انت وهو كده انا قاسس بهب وكده داخل فافاي او وفعك وراي على حموكش ياما انت جيت يا عمو كنا لزة بنجيب في سورتك حالا بنقول امتى ييقب عشان ايه كنا هنعمل الواجه افتاز كنا منهم هنعمل كنا يقولوا يلا طلع على الواجه عشان نذكر يذكر برضا يا خوة طب خدا عشان تذكر كويس اووووووه خلاس يا عمو هزكر كويس خلاس شاف اجري كلي حموض اجري كلي تشايف اجري ازاي اخافوكشي